هذا وقد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة 300 حاج من ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للسنة الثانية على التوالي لذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام من كافة المناطق المملكة تهدف هذه المبادرة إلى تمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة ضمن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة الغالية تماشيا مع رؤية 2030